مرحبا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد سوف نأخذ مثال آخر عن مطابقة كشف الباينغ بعدنا مثال أمامنا المطلوب مالته هو إعداد مطابقة كشف الباينغ للشهر آذار بطريقة الوصول لرصيدين إلى الرصيد الصحيح مثل ما تعودنا سابقا أنه نهيئ مسودة لإعداد المطابقة نخلي بها جانبيا جانب السجلات وجانب لكشف الباينغ ونبدأ نقرأ المثال فقرة فقرة بداية أن يقول كان رصيد حساب الباينغ بموجب سجلات شركة بغداد تجارية مدينة بمبلغ 156 دينار وذلك في 31-30-2010 إذن هذا الرصيد هو رصيد السجلات نهاية شهر آذار ومدين الوطع الطبيعي لرصيد البنك بالسجلات هو مدين إذن هذا الرقم هو الرقم طبيعي لذلك رح نخليه كرقم موجب لو إجه بشكل غير طبيعي يعني إجه دائن رح نخليه بين أخواس إذن طالما هو مدين بسجلات 156 فراح نخلي رقم موجب ضمن جانب السجلات هنا 156 الدينار نرجع إلى المثال نشوف الفقرة الأخرى في حين أظهر كشف البنك الوارد إلى الشركة في 31-30 رصيد الشركة دائن بمبلغ 208 ألف دينار رصيد الشركة لدى المصرف ويكون عادة دائن باعتبار أنه الشركة هي اللي ينخليه فلوسي من المصرف إذن هذا وضع طبيعي وهذا هو الرصيد بموجب كشف البنك فراح نثبته بهذا الجانب الرصيد هي المختلفات هناك مجموعة من الاختلافات وحصر النياهن وحددهن في السؤال وراح نثبت هذه الأسباب بجهة السجلات أو بجهة كشف البنك للوصول إلى الرصيد الصحيح بالنسبة للسبب الأول يقول أضاف البنك لصالح الشركة مبلغ 55 ألف دينار عن قرض سبق للشركة عن طلبته في وقت سابق ولم يرجل إشعار به إذن البنك ضيف إنه مبلغ عن قرض وإحنا ما كنا نعلم به أو إشعار به إذن إحنا ما مسجلينه فراح نسجل ضمن جانب السجلات وضع ونسجل قرض البنك أو ممكن نسمي أوراق دفع أو ممكن نسمي قرض أوراق دفع 55 ألف دينار بلغت إذاعات الشركة خلال شهر أدار 72 ألف دينار في حين أظهر كشف البنك إذاعات بمقدار 76.500 عندما تكون عندنا إذاعات بموجب سجلات وإذاعات بموجب كشف البنك رح نتأكد أخاف عندنا إذاعات قديمة فهنانا بالسؤال هو كان ذاكر أنه كشف المطابقة مع شهر شباط أظهر وجود إذاعات بطريق 17 دينار إذا رحل عندي إذاعات قديمة فلازم أتعامل مع هذه الأرقام الثلاثة حتى أحسب الإذاعات بطريق وفق المعادلة التي تعلمناها سابقاً رح نأخذ الإذاعات بموجب السجلات ونضيف إلى إذاعات بطريق القديمة للشهر السابق ونطرح من عدها الإذاعات بموجب كشف البوينك هذه حتى نوصل إلى مقدار الإذاعات بطريق في نهاية شهر أدار ونضيفها على جهة كشف البوينك 72 ألف زاد 17 ألف ناقص 76 وخمسمية رح يكون ناتج 12 ألف وخمسمية فقرة ثلاثة بلغت المدفوعات بموجب السجلات 92 ألف وخمسمية هنا المدفوعات بموجب السجلات يعني يقصد بيها السكوك اللي حررتها الشركة خلال الشهر في حين بلغت السكوك المسحوبة من المصرف هو البوينك 86 ألف وخمسمية وأيضا رح نشوف أكو عندنا سكوك قديمة موقوفة الأولى نانا موجب العدي الشهر السابق أظهر وجود سكوك موقوفة 3500 إذا رح نحسب السكوك الموقوفة في نهاية شهر آذار ناخد السكوك المحررة بموجب السجلات اللي هنسمي المدفوعات بموجب السجلات ونضيفها السكوك الموقوفة القديمة ونطرح من عدهن السكوك المسحوبة من المصرف حتى نطلع السكوك الموقوفة في نهاية شهر آذار بشكل التالي 92500 سكوك حررت الشركة ثلاثة ونص هي السكوك الموقوفة القديمة نتمحن ونطرح من عدهن السكوك اللي انسحبت من المصرف بموجب الكشف والفرق هو رح يمثل السكوك موقوفة في نهاية شهر آذار أربعة عاد البنك سك بمبلغ 6250 دينار لعدم إمكاني تحصل قيمته من المدين بسبب عدم كفاية الرصيد هذا هو السك مرفوض رح نسجل ضمن جانب السجلات نطرحه هنا نسميه سك مرفوض لكن بالقيود المحاسبية فيما بعد رح نسجل بحساب مدينون 6250 نقطة خمسة استقطع البنك مصاريف خدمات بمبلغ 1250 والشركة معتها خبر أو إشعار لذلك رح نسجل ضمن جانب السجلات المدام هو استقطع على النطرح مصاريف خدمات البنك نسميه 1250 استلمت الشركة السك عن بيع بضاعة بمبلغ 43 ألد دينار لكن سجل بالخطأ من قبل المحاسب بمبلغ 34 ألد دينار بداية لازم نعرف أن السك هذا استلمناه طرح ما استلمنا السك عن بيع بضاعة فحسابي لدى المصرف لازم يزيد لازم يزيد بمقدار 43 ألد دينار لكن المحاسب زيادة فقط 34 إذن نحن لازم نزيد بعد 9000 دينار على حسابنا حتى يوصل للرقم الصحيح إذن رح نثبت هنا تصحيح أخطاء بين قوسين مبيعات يعني إيراد مبيعات والفرق بين 43 ألد و 34 ألد دينار هو 9000 دينار فقط نحن نزيد الفرق بعدين من القيود رح نسمي إيراد مبيعات سابعا سحب البينغ مبلغ 5 ألد دينار من حساب الشركة بالخطأ إذن طالما البينغ خطأ إذن تصحيح لازم يصير بجهة البينغ وتضح أن المبلغ يخص شركة أخرى إذن هذا المبلغ اللي سحبوه من عندي هو مبلغ ما يخصني يعني المفروض يرجعوا لي إياه فأقول للبينغ صرف كأنما أرجع لي هذا السيك أو هذا المبلغ اللي سحبته من حسابي رجع لي إياه لنزم يضيف ليه هنا مسحوبات بالخطأ 5000 الفغرة الثمانية أضاف البينغ للحساب الجاري للشركة مبلغ 3500 دينار عن إيراد فوائد حساب التوفير البينغ أضاف إيراد فائدة وأنا لا عندي خبر بها إذن سنضيفها ضمن جانب السجلات ضمن الإضافة نسمي إيراد فائدة بعد ما كملنا الفروقات ثبتناهم بالكامل سنبدأ نقتصب الرصيد الصحيح بموجب السجلات ونقتصب الرصيد الصحيح بموجب كشف البينغ ولازم يكون المبلغين المتطابقة بموجب السجلات سيطلع 216000 ومن بوجب كشف البينغ سيكون 216 فرصيد صحيح إذن لا رصيد السجلات كان صحيح ولا الرصيد بموجب كشف البينغ كان صحيح والرصيد الصحيح هو 216000 المطلوب الآخر من عندي هو إعداد القيود اللازمة لتسوية حساب البينغ في سجلات الشركة نحن نثبت قيدياً طبعاً هنا فقط نأخذ الفقرات اللي تخاصة بالسجلات ما أنه علاقة بالجهة البينغ أو الكشف البينغ هذه الجهة السجلات هذه الفقرات الثلاثة راح نضيفهن لحساب البينغ فظلنا ما نريد نضيفهن فالبينغ يكون مدين في الطرف المدين وهذه الفقرات راح تكون دائن بهذه التسميات قرض البينغ أوراق دفع، مبيعات، إرادة فائدة فالقيد الماضي راح يكون بالشكل التالي من حساب البينغ إلى مذكورين قرض أوراق الدفع، إرادة مبيعات، إرادة فائدة مجموعة هاي المبالغ راح يكون هو الطرف المدينة هاي الفقرات الأخرى اللي نحن نريد نطرحها هاي الفقراتياً طالما نريد نطرحها فالبينغ راح يكون دائن وهاي الفقرات راح تكون مدينة السقوك المرفوضة نسميها مدينون والمصاريف نسميها بإسمها إذن راح يكون القيد الثاني هو من مذكورين من حساب المدينون ومن حساب مصاريف خدمات البينغ إلى حساب البينغ طرف المدين سبعة ونصف فرح نثبت سبعة ونصف بعدها ممكن احنا نرصد حساب البينغ بالسجلات فراح يكون لدي الرصيد قبل التعديل هو بالشكل التالي مية وستة وخمسين على الدينار ونرحل القيدياً قيد بمقدار سبعة وستين وخمسمية إلى مذكورين هذا القيد الأول القيد الثاني هو يكون المصرف أو البينغ دائن فراح نثبت هنا سبعة وخمسمية أيضاً من المذكورين الجانب الأكبر هو هذا الطرف المدينة هو الأكبر ونضع المجموعة هنا ونضع المجموعة لطرفين حالياً الطرف الذي لم يتوازن هو هذا الطرف يجب أن يكون لدي فرق هنا هذا الفرق مبلغه سيكون مية وستة عشر يعني نأخذ الفرق بين هذا الرقم و هذا الرقم مية وستة عشر راح نبدأ محوله على جهة المدينة ونكتب عليه رصيد منقبول وهذا ممكن نسميه رصيد مراحل هذا الرصيد المنقبول هو الرصيد بعد التعديل واللي هو نفسه مطابق للرصيد الصحيح هذا يكون قد أكملنا إعداد مطابقة كشف البينغ ونلتقيكم في الدروس الأخرى تحياتي